قصة حب عمرها عشرين سنة انتهت بالدموع والطلاق في المحاكم قصة جدا 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 مؤلمة لزوجين يا جماعة الخير عشرتهم امتدت لأكثر من عشرين سنة تخيلوا عشرين سنة حب عشرين سنة مودة عشرين سنة رحمة أيام طويلة من العشرة كيف تنتفي يوم وليلة كيف شاء الله سبحانه وتعالى ثم شاءت الأقدار أن تكون إرادة الله أن الزوج قرر يطلق زوجته والزوجة قررت تطلب الطلاق من زوجها ما عاد يبون يقعدون مع بعض تدخلوا المصلحين تدخلوا أهلها تدخلوا أهلها حكما من هنا وحكما من هنا ما نفع أبدا الاثنين أصروا على طلب الطلاق والانفصال عن بعض طيب يا جماعة عيالكم طيب يا جماعة الحب اللي بينكم قصص الحب الشهيرة عنكم كانوا ما فيه الطلاق هو الحل تخيلوا يا جماعة الخير بعد هذه العشرة كلها والعيال اللي بينهم والعمر المليء بالحب قرروا أنهم ينفصلون لدرجة وصل الموضوع بينهم إلى موعد في المحكمة عشان يتم قرار الطلاق والانفصال رسميا أمام القاضي وصل الزوج وزوجته عند القاضي على موعدهم عشان يتم الطلاق بينهم في المحكمة يوم شافهم الشيخ 20-20 سنة حاول يصلحهم حاول يقنعهم حاول يلطف قلوبهم يا ولدي يا بنتي يا عيالي قالوا يا شيخ لا تكثر إلا من ذكر الله حنجيينك من دهين ومن تفقين ومن قررين وخالصين نبي الطلاق هذه رغبتي وهذه رغبة زوجتي نبي نتطلق ونبي ننفصل لا حول ولا قوة ألا بالله حاول القاضي ما نفع قال لهم أنا لي طلب أخير عندكم أعلم بال أجهز عقد الطلاق اللي بينكم أو سك الطلاق لي طلب أخير أحتاج منكم أنكم تنفذون لهذا الطلب وأبشروا أنا الآن بجهز سك الطلاق وخالص وعطيكم ورقاتكم والله يستر عليكم جميع لكن نفذوا لي هذا الطلب قالوا وش الطلب يا شيخ؟ قالوا بعطي كل منكم ورقح بعطيك يا زوجة هأنتي ورقح وأنتي يا زوج ورقح أبي كل شخص يكتب لي في هذه الورقح عشر صفات حسنة في الثاني قالوا يا شيخ مهم وقته مهم وقته تعطيني ورقح أكتب أفضل عشر صفات في زوجتي وهي تكتب أفضل عشر صفات فيني ونقعد حنا منفصلين خالصين وحنا جايينك متفاهمين طبعا العلاقة بينهم حتى في الانفصال قرروا أنهم ينتهون برقي متفقين وبأدب وبحسن عشرة وبحسن تعامل قال الشيخ اكتبوا هالورقة وأنا بخلص عقدكم الرجال بيخلص والحرمة بيتخلص خذوا الأوراق قاعدوا يكتبون بدأ الزوج يكتب أبرز وأهم عشر صفات في زوجته طول العشرين سنة يعرفها فيها والزوجة نفس الشيخ قاعدت تكتب أهم عشر صفات في زوجها عرفتها منه طول العشرين سنة يوم خلصوا وقالوا يا شيخ خلصنا قال خلصتوا وقال خلصنا قال يلا كلم منكم يقرأ أورقة الثاني قالوا يا شيخ قال كلم يقرأ أورقة الثاني ويشوف الصفات اللي كتبها فيه شريك حياته الزوج خذ الأورقة من زوجته وعطاها الأورقة اللي معه بدأ الزوجة تقرأ بدأ الزوج يقرأ قاعدوا يمكن ربع ساعة صمت يقرون هذه الأوراق اللي كتبوها يوم خذوا لهم شوي كلين يقرأ أورقة الثاني وبعد دقائق الصمت إلا الرجال مختلف دمعتها بدأت تنزل وصوتها بدأت تغير يناظر في زوجته قال الله أكبر يا مفلان أثاريها الصفات الزينة كلها فيني وأنا حسب أني يوم أسوي ويوم أفعل ويوم أحط ويوم أشيء لأنك ما أنتب منتبها ولا أنتب داري أثاري كلها الصفات الزينة فيني قالت إيه يا أبو فلان تتكلم الزوجة بغصة بغصة ناش فريقا قالت والله يا أبو فلان أنك غالي والله أني أحبك وأنك عزيز على قلبي وأنك تاج راسي حتى أنت والله ما كنت أدري أن كلها الصفات الزينة فيني أنا ما كنت تعلمني ولكن كنت بس تعاتبني وتهاوشني وتخانقني ما كنت أدري عن عنها الصفات الزينة أنها ما لي عينك مني قالت الزوجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الزوجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التفت على الشيخ قال يا شيخ بيض الله وجهك ورحم الله والديك اليوم يوم جديد والله يجزاك خير يوم منك أصلحتنا هذه زوجتي وأم عيالي وتاج راسي وبينها العشرة كلها قالت الزوجة يا شيخ هذا زوجي ولا بغيره فيها الدنيا إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها تحول الموضوع من قضية طلاق في المحكمة وطلب انفصال إلى أنهم خذوا بعض ورجعوا لبيتهم بعشرة ومودة ومعروف وحب الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يا جماعة الخير والله أن أكثر قضايا الطلاق لو انتهت بهذه الطريقة والعشرة الحسنة والمودة وكل من ذكر الصفات الزينة اللي في الثاني وتذكرها له وحفظها عنده لا بقيت البيوت ولا من هدمت خاصة علاقات الزواج اللي تمتد عشر أو خمسة عشر وعشرين سنة ولا تنسوا الفضل بينكم وحسن الله يديم المعروف يا رب